هل هاي الرؤية اللي موجودة عند الدكتورة محدين كانت موجودة عند المعارضة السورية عند أطياف المعارضة السورية هل كان فيه توافق على خلينا نقول توصيف حالة الصراع حتى لأني أنا لما بعرف مين عدوي على الأقل حتى لو ما بقدر حاربه على الأقل برا كيف يعني اتعامل مع الوضع بشكل عام فسؤالي هل كان لدى المعارضة السورية فعلا عمق في تحليل هذه الحالة المعارضة السورية يعني أنت كنت بالمجلس الوطني وما قبل المجلس الوطني وما بعد المجلس الوطني والاعتلاف وكل هذه الأشخاص المعارضة السورية مثل أي معارضة تحت نظام استبدادي قمعي كانت إلى حد كبير مشتتة وأنا من الذين حاولوا أن يجمعوا صفوف هذه المعارضة على هدف واحد وتحت راية واحدة ولأهداف محددة من أجل هذا الهدف أنا قمت ببرنامج على نفقتي الخاصة في 2005 سمو موعد مع المستقبل استضفت فيه أهم رموز السورة السورية لأول مرة يتم الحديث عن التعذيب في السجون السورية في هذا البرنامج لأول مرة في هذا البرنامج جلتقي أقطاب اليمين مع أقطاب اليسار جمعت في هذا البرنامج البيانوني ممثل الأخوان ومرشدهم ومرقبهم العام مع رياض الترك ممثل اليسار والحزب الشيوعي السوري كنت أدرك تماما أنه أي خطوة قادمة تحتاج إلى هذه الوحدة بين المعارضة الذي حصل لاحقا أن الأخوان تحالفوا مع خدام في شيء يسمى جبهة الأنقاذ الإعلان دمشق الذي نشأ بعد هذا الاجتماع الهام بين البيانوني ورياضة الترك في لندن عام 2005 أصبح له توجه واضح كل الناس حينما جاء أعلان دمشق تفائلت وقالت أنه الآن أصبحت المعارضة السورية موحدة ويمكن أن تقوم بدور حين قامت السورة الأخوان المسلمين إذن كنت تذكر لم ينضموا إليها إلا في الشهر السادس أو السابع يعني بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من قيام السورة أعلان دمشق كان معها منذ اللحظة الأولى بعد ذلك في هذا المسار الآن الناس تدوم الأخوان أنهم والله سبب النكسات لكن أنا في تقديري أن كان المسؤول عن القرار السيازي في المعارضة السورية هم الأخوان وأعلان دمشق والطرفان يتحملان المسؤولية كاملة عن أي انتكاسات حصلت لأنهم بدل أن يحافظوا على القرار السوري المستقل سلموا قرار السورة السورية وشعب السوري إلى أجندات إقليمية نحن نعرفها بالاسم كان هناك تركيا كان هناك إيران كان هناك قطر والسعودية الأجندات الإقليمية مجرد دخلت إلى المعارضة السورية فككتها واختارت بعض الشخصيات بدأت تكررهم على مدار السنوات وربما هم أنفسهم الذين يحضرونهم الآن ليوقعوا الاتفاق النهائي مع الأسد كحكومة وحدة ما يسمونه حكومة وحدة وطنية هذا الخيار أعطته المعارضة للأخوان في سنة 2012 أنا سمعتها بأزني من طيفور وكان نائب المراقب العام حدثنا أن داهود أقلو كان وزير خارجي التركيا في ذلك الوقت هو الذي كان يفاوض الإيرانيين على حصة الإخوان في حكومة وحدة وطنية فإذن كان هناك مطامع شخصية البعض لاحق مطامعه الشخصية البعض لاحق مطامعه البدية لأنه بداية السورة كان في بيزانيات وكان في تدفق من الدعم للسورة السورية بعضه أنشأ مراكز منظمات مدنية ومنظمات مدنية وكل هذه الأشياء كانت سبب في إفساد القرار السوري لكنك لو رجعت إلى الجزر ضعك من التفاصيل القرار الأساسي في تفتيت هذا العمل هو أن الذين كانوا في مراكز قيادية في ذلك الوقت خدموا الأجندات الإقليمية أكثر مما خدموا أجندة الشعب السوري الذي قام بسورة لا تزال أصداء تتردد في العالم حتى هذه اللحظة